بعد ما دكتورة سامية خلص الكتاب والطبع وعملت حفل توقيع جات لك مكلمة وصورة لنسخة من الأطلال من حد ما تعرفهوش دي كانت مفاجأة رائعة لسه حصلت أول مبارع وأنا في الحقيقة استأذنت الدكتور فهد النوري وهو طبيب سعودي مقيم في الرياض بعت لي إيميل عشان يقول لي أنه لسه مخلص الكتاب وأنه بسط من الكتاب جدا وأنه عنده رشدة يعني حتى عنوان السبجكت بتاع الإيميل كان رشدة للدكتور إبراهيم ناقي وقال لي أنا في حوزتي رشدة من جدك عليها أبيات من الأطلال ووقتها كان لسه بيكتبها يعني ده الجزء من النص اللي تغنى لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق ويد تنتد نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريق في بيتين هنا من الأطلال الرئيسية الأصلية هو رمي بيشيلهم أيوة يعني ده النص الأصلي بالزبط يعني كان كتبه قبل ما رمي بالزبط ده نص قصلي جزء من أبيات القصيدة الأصلية في حيات كتابها أبراهيم ناقي على روشيتكاته طبعا شارع إيه بقى؟ شارع ابن الفرات رقم 13 عيادته ورقم تليفون العيادة ورقم تليفون المنزل يا خبط ومد كترك أنه زمان يكتبه برقم تليفون البيت الزاهر ثواري أساس أنه يبقى ينجد حد يعني أنا نسيت أسألك يا دكتورة سامية وده سؤالي الأخير إيه أكتر مقطع من أغناية الأطلال بيستهويك دلوقتي؟ سواء للكلمات والمعنى أو للنغم هلرقى سحب سكارة طبعا هلرقى الحب سكارة ده المقطع المفضل بالنسبة لك مثل أنا طبعا